اينما كنت يد السعودية ستطاولك هكذا عنونت صحيفة The New York Times الأمريكية متسائلة عن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي على سبيل المثال لا الحصر تحدثت الصحيفة عن حادثة خطف ناشطة سعودية في الإمارات وسجنها في المملكة وعن سجن شقيقي شاب يعيش في كندا رفضت توقف عن نشر فيديوهات على اليوتيوب ينتقد فيها سلوك المملكة لا جديد في اعتماد السعودية سياسة التخويف والترهيب لإسكاة المعارضين أما اللجوء إلى القتل فتصعيد خطر تقول الصحيفة الأمريكية التي تخوف محللها من أن تطاول تداعيات قضية خاشقجي علاقات المملكة الخارجية مع الدول القريبة كتركيا والبعيدة كالولايات المتحدة الأمريكية يبدو أن شهر العسل بين واشنطن والرياض قد وصل إلى خواتيمه ولسيما بعد أن هدد ترامب بزعزعة العرش السعودي خلال أسبوعين السناتور الأمريكي لينسي جراهام حذر السعودية من أنه إذا تأكد اغتيال الصحفي خاشقجي فإن العواقب ستكون مدمرة على علاقات واشنطن والرياض فهل تزيد قضية الخاشقجي من الاحتقان السعودي الأمريكي؟ ولسيما أن ترامب أهرب صراحة عن قلقه حيال اختفاء الصحفي السعودي أشعر بالقلق آمل أن ينصلح الحال حاليا لا أحد يعرف أي شيء عن الموضوع هناك تداول لروايات سيئة أنا لا أحب ذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحدث عن تقارير متضاربة حول سلامة ومكان وجود الصحفي السعودي مطالبا المملكة بإجراء تحقيق معمق وشفاف حول اختفاء خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول التي وثقت صحيفة واشنطن بوست دخول الرجل إليها الصحيفة الأمريكية نشرت صورة قالت إنها لخاشقجي أثناء دخوله القنصلية بعد أن حصلت عليها من مصدر مقرب من التحقيقات الصحيفة ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث كشفت عن وجود أكثر من عشر كاميرات مراقبة عند مدخل القنصلية والمدخل الخلفي والمرأب فهل تكشف أشرطة هذه الكاميرات التي باتت وبحسب الصحيفة في أيدي السلطات التركية مصير خاشقجي؟ ترجمة نانسي قنقر